بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالليمفومة اللي هي عقدة العقد الليمفومة في منها T-cell lymphoma وفي B-cell lymphoma وفي natural cellular cell lymphoma اللي بيهمنا في الكوتينيس هي T والB لأن هم دول اللي ليهم كوتينيس منفستيشن جمزة نعرف الأول T-cell lymphoma دي بيبقى فيها حاجة إبادارموتروبيزن يعني إيه إبادارموتروبيزنة؟ يعني T lymphocyte بتحب الإبادار عكس الB lymphocyte اللي هي الB-cell lymphoma ديرموفيليك بتحب الديرمز دايما تحت إنما T lymphocyte دايما فوق وهنعرف الميكانيزم دلوقتي طيب يبقى الT-cell lymphoma في بدايتها هي إبادارموتروبيزنة أو بتعمل إبادارموتروبيزنة بتعمل بترير ماكرو أبسس إنما الB-cell lymphoma أو T-cell lymphoma Tumor stage يعني إيه؟ يعني وصلت إنها bulging لما تبقى bulging كده عارف إنها نسبت في terms وهلها جداوة خالص بالإبادارموتروبيزنة إيه الإبادارموتروبيزنة يعني إيه؟ إبادارموتروبيزنة يعني حصل Cell infiltration للإبادارمس من غير ما يبقى فيه Sponjuice أكيد أنتوا عارفين يعني Sponjuice حد يقول لي يعني Sponjuice حد يرد علي يعني Sponjuice يعني مية In between إيه؟ Intercellular Intercellular إيه؟ 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 فده ما تحصلش إلا في الإكزيمة في الأكيوت برموتايتس هي دي بتحصل في السورايسيس يحصل فيها Sponjuice ومعها Inflammatural inflexus فمنسميها بقى في السورايسيس يتم بقى إكزو سيتوبس وليس إبادارموتروبيزنة إبادارموتروبيز ما تحصلش إلا في المالغنية infiltration by the T lymphocytes وده بيبقى اسمها إبادارموتروبيزنة ومعها Petrarmicro-axis طيب إمتى الإبيدرمو تروبيزمي يحصل ويبقى معا سبون جوز في حالات الإريثرودرميك MF اللي هي حالة تي 4 يعني أنا أعرف يعني T1 دلوقتي يعني T2 يعني T3 يعني T4 طب أعرف فرق البات T1 يعني هي Batch Stage أو Block Stage مسكة أقل من 10% من Body Surface Area T2 يعني Batch أو Block Stage مسكة أكتر من 10% يبقى الأولانية دي T1 يعني أقل من 10% الثانية أكتر من 10% عمال الثالثة T3 يعني Bulging Tumor Stage دي مش بتاعت جلدي خاصة دي بتبعتها الأنكولوج T4 يعني وسط الإريثرودرما فالإريثرودرما يعني T4 ما بيبقى فيها إبيدرمو تروبيزمي أه بس بيبقى معها Sponjuve إريثرودرما إما إفع لأني ممكن على فكرة توصل الإريثرودرما وما تكونش عدت على مرحلة T3 على فكرة لأن إحنا هنعرف T4 يعني إيه T4 دي ممكن يبقى يعني إيه بدأ T4 بتجي إريثرودرما على طول من الأول يجيب تحتمى السيزاري السيزاري سينجروم بيبدأ بريثرودرما على طول فده يبقى معها Inflammation شديد في الجلد يعني Sponjuve ومعها كمان Infiltration by Malignant Cells فبينسميها هنا الحالة الأولانية اللي بيحصل في إبيدرمو تروبيزم مع Sponjuve في حالة برضو الإمفاتويت بابلوزيس الإمفاتويت بابلوزيس الإمفاتويت بابلوزيس نوع 3 تنواع A و B و C الإمفاتويت بابلوزيس بيبقى معها إبيدرمو تروبيزم ومعها Sponjuve والإمفاتويت بابلوزيس نعرف أنها نوع من أنواع MF ودي بيبقى فيها CD30 الماركر اللي عليها CD30 هنعرفهم حالاً دلوقت الثالثة اللي بيبقى فيه Eczema like MF Eczema like MF يعني فيها الكبرمو تروبيزم ففيها Sponjuve ومعها Infiltration by Malignant Ch دي الثلاث حالات اللي ممكن تلاقي فيها Epidermotrobyism ومعها Sponjuve إنويتش الزر Epidermotrobyism وزايد Sponjuve في الثلاث حالات دول الكروم لأنه ممكن تتسئله فيهم تمام Tabs of Cell Migration يعني ليه بيحصل Epidermotrobyism زي بيحصل Epidermotrobyism بقولك إن في T-Cell ده عاملة زي المالكة كده وعليها تاج التاج ده اسمه KLA الكلا يعني كوتينيوس لمبوسيتيك أنتجن ده اللي بيخليها تباية للجلد تروح للجلد تروح للديرمز يبقى الكلا ده هو اللي بيخلي تسيب مكانها تسيب القصر بتاعها في اليمفنود وتروح عاملة Migration للديرمز طب أنت بتقولي ديرمز دلوقتي أنت حضرتك دلوقتي يا عائزة تشرح لنا إزا هي بتطلع للإمديرمز إيه اللي جاب الديرمز الموضوع أقولك لسه إن هو الانتجن بيحصل له على الامي اتش سي كلاس 2 انت تعاربين عارفين هالة 1 وهالة 2 هي دي هالة 2 خلاص فالتي فور بتتعرف على الانتجن وبيبقى عندها حاجة اسمها الكلاء بيحصل له اندكشن وده بيعمل لها اتراكشن عشان تروح للديرمز خلاص طيب الميجريت التسل اللي موجودة في الديرمز دي بيقولك أنه بيبقى عليها كيموكاين عايز تعرف اسمها عرفها مش عايز تعرفها انت حر CC و CXT دي اسمها الكيموكاين دي المغناطيس اللي بيشد التسل ناحية الإبديرمز مغناطيس هوا فبيحصل إبديرموتروبيس لما توصل لمرحلة الفونجيشن أو T3 بيطفد هذه الكيموكاينس وبيبقى ما فيش أي إبديرمتروبيس مبينها وبين الإبديرمز بيطبقى زي الإبن العاق خلاص بعد ما كان عايش مع أهله في الإبديرمز خلاص سابهم ومشي ونزل في الديرمز وتاه هناك بقى في الديرمز وبعدين بدأ يكبر يكبر ويتوغل وراح طالعلك كأنها نوديول بلجنج نوديول يعني بأول مرحلتين T1 و T3 بنقول عليها بلاك أو باتش إنما في ثالث مرحلة دي بنسميها نوديول لأنها إليها جفدر في الديرمز فرافعالك فوق كده الإبديرمز تمام So there is no إبديرموتروبيس مثل T3 أبدا T3 is a fungating mass كل T-cell بتبقى موجودة في الديرمز إيه بس الجانيسيس الثانية اللي أنا عايزة أقولها هل لديك أقوال أخرى عايزة أدود شفات حاجاتي فاندم إن إزاي T-cell بالكلادة بتوصل للديرمز عن طريق إنها اللي يتفاعل مع حاجة اسمها الإيه سيلكتن اللي على البلات بيزل اللي جانب اللي متنود خليها تمشي وتروح إيه الخرمة البلات بيزل وتروح نزلة في الديرمز اللي هو البلات بيزل اللي موجود في الديرمز برضو في إيه سيلكتن كمان مع نفسات في جسمها اللي هي C-C و C-XC دي تخليها يحصل لها إيه ديرموتروبيزم للإيه ديرمز خلاص دي طول ما فيه إيه ديرموتروبيز طعب الكيمو كان ريسبتور are lost in late stage في الـ MF الكيمو كان ريسبتور اللي على الكيمو كيراتينوسايد والكيمو كانت نفسها اللي على بالمنظر ده ده إيه اسمها اللي هي اللي موجودة فين ادي او ادي او ادي او اللي بيخلي الكلا carrier cell اللي هي T-cell تنجذب إلى الإيه ديرمز لان عليها كيمو كاين وبالكيمو كان ريسبتور برضو بيتساعلوا مع بعض يقوموا يخلوا T-cell تنجذب أو تبقى إيه ديرمز أول ما تتفقد الكيمو كاين دي في مرحلة T-3 خلاص نبقاش في إيه ديرموتروبيز وتبقى ديرمال مينز ادي ده البلات بيز اللي موجود في الديرمز ازاي هي موجودة في الدم دلوقت يطلعها من الليمفنون ازاي تختارك واللات بيزل تروح للديرمز عن طريق ان الكلادة بيتفاعل مع حاجة اسمها E-selection موجودة على الول الغلات بيزل يخليها تختارك وتطلع وتفضل في الديرمز اللي بيتلحها على إيه ديرمز ان هي تفاعل الكيمو كاين والكيمو كاين ريسبتور بين T-limpocyte والإيه ابيدرمز تمام؟ ايش مهم التفاصيل دي مهم ان انتوا عارفتوا الفكرة ماشي؟ مافيش ابيدرمتروبيزم في حالتين في حالات Tumor stage of the C-cell lymphoma اللي هي T3 اللي هي T-cell نفسها فقدت الكيمو كاين اللي بتعمل T-cell ذي ناحية الكيراتينوسايت الموجودة في الأيدرمز ثاني حاجة ما فيهاش ابيدرمتروبيزم اللي هي CD30 CD30MF CD30 هنعرفهم حالا دلوقتي نعيني يقيمة لاثنين ما بيبقاش معهم ابيدرمتروبيزم هبديك دلوقتي رسمة توضيحية عشان اقريك ايه هم CD30 دول نعين دول ما فيهامش ابيدرمتروبيزم مين تاني ميفوش ابيدرمتروبيزم الكوتينية T-cell lymphoma اللي وصلت لل T3 stage تماما لما حتي يسأل مسؤول مهم جدا في الامتحان ايه هي بتاعت الليمفوما اولا يا فنم بعمله وعمله هستولوجيكا ازاي اعمل بالتنم هحفظها لك دلوقتي ما تقلاش طيب لما ناخد بيوبسي ايه الغرض بتاعنا ان انا عايز اعمل هستولوجيكا ازاي لما لاعب ديرمتروبيزم خفيفة يعني ان هو مصفوفة بس على البيزل سيل وفيها السيل فيها وفيها وشكلها غريب بس على البيزل سيل لير فقط حاجة خفيفة ومفيش بترير ماكروابسس تقريبا يبقى دي حاجة ايه حالة ايه دي يبقى دي اسمها دي اول في الهيستولوجيكا ماشي طيب اما لما تنتشر باع البيزل وتبسل جدا في البيزل وفيها بترير ماكروابسس يبقى انا وصلت للبلاك طيب اما لما تروح سايبة خالص يبقى انا وصلت لالستيج اللي بنسميها ناضيولار استيج الناضيولار تيومار استيج تي سري فستيج البلاك والباكش ده ممكن يبقى تي وان و تي تو على حسب ايه حد يرد علي على حسب البادي سيرفيس اريا واخد ايه من البادي سيرفيس اريا تي وان واخد اقل من 10% تي تو واخد اكتر من 10% اللي مش عارف يوصل صوته ويكتر كتابه وانا هبص على ايجابة ماشي؟ تمام امال تي سري يعني ايه؟ يعني خلاص ثابت وفقدت الانتريست في الابدان لان هي فقدت الكيموكاين والكيراتينوسايت فقدت الريسابتورس بينها وبين الايه الماليجنان تي سيل لينفومة دي فبتسبها وتفضل تحت فبتعمل نجول وتكبر وتعمل التيومر ستيك تمام يبقى دي الهيستو بيستو كامستري اللي هي السيدي ماركرس هورها لكم حالا دلوقتي في حاجة ثمها اميونو بينو تايبين يعني انا بشوف هل الريسابتور كلنا عارفين التي سير ريسابتور وهشرحه تاني مفروض حطوه في الفرس الريسابتور بيبقى موجود فيه اا اثنين سبيونة الفة وبيتا وبيبقى جنبهم عشان توصلهم الامبلسب لجول اا او سيجنال لجول فالتي سير ريسابتور دي المفروض تبقى بوليكلونل يعني اي نوع من الانتجن انما لما تطلع لك مونوكلونل يعني كلهم لانتجن واحد ده معناه ان كلون واحد هو ده اللي تحول الى ماليجنانت سيلز وبدأ يكتر فدي لما تبقى مونوكلاونال يبقى ماليجنانت بوليكلاونال ياه ده انفلاماتر يبقى انا بعمل الميونو فينوتييبن عشان اشوف الـT-cell rearrangement بشوف ان هي واحدة الرงة واحد بس يبقى مونوكلاونال لانما لما تبقى وخدى كذا قداني لا لا ده طبعية ده بوليكلاونا الحمدلله تمام رابع تاست بستفيد منه في البيوفيس نعملها geno phenotyping يعني ايه geno phenotyping دي يعني عشان اشوف السيل دي فيها كزا جينوم كزا اللي هي يعني فيه الجينوم اللي موجود في السيل ممكن يبقى بلايد في الاسفيرم والقوبة ممكن يبقى دي بلايد اللي هو العادي بتاع السوماتيك سيل ممكن يبقى تيترا و تراي و تيترا بلايد ده في المالجنان سيل هتلاقيها بالجينوم بينو تايفينج عندها تيترا بلايد سيلز دي معناها ان هي عندها ايه؟ معناها ان عندها مالجنان سيل فيها دوبليكيشن جامل تديني جواها فتبتديكي التيترا بلايد و تراي بلايد مش داي بلايد عادي زي سوماتيك سيل عادية لأ تيترا و تراي بلايد طيب برضو اللي ممكن لكتم ماكسكوب يتديك برضو فكرة عن الكنتور وتاع نيكوس وتلاقيها متغيرة و كبيرة في الحجم و فيها ميتو تكتجرز كتير الميونو فلورسينت ميجورمينت للماركر هتلاقي الماركر في إيرلي بتبقى دايما سيدي فور ليت بتبقى دايما سيدي إيف تمام يبقى دي نموذج ازاي بتعمل الانبستيجيشن للتي سيل لينفومة كلينيكالي بالتي اني ام ستيجن هنقولها حالة هستوباتولوجيكالي عشان أشوف أنهي ستيج هل هي بلاك أبستيباتش ولا بلاك ولا نودولار ولا وصل في الإيرتردرما إيرتردرما يعني عندها سبير إيرتيما وسكيلينج في السكان إيميونو فينو تابع عشان هنشوف فيها مونو كلونل ولا بولكلونل وكما عشان نشوف السيدي ماركر موليكلر عشان نشوف تترابلايد أو ترايبلايد أو بنتابلايد يعني عدد الجينوم اللي بواها يينديكيت ان دي مليجننت ولا بنار دي طريقة الانبستيجيشن أهم حاجة الكلينيكال هستوباتولوجيكال وتقولي إيميونو فينو تايبنج ومليكولار تايبنج عايزة تقولي بقى الإيه والسيدي ماركة المهمة الإيه الإلكتروميكروسكوب إيميونو فلوس بيزيادات ماشي كمان التاسوبستيجينج قلنا خلاص كلينيكال وهستوباتولوجيكال إيرلي بيبقى في إيبادرمتروبيزم ومكرير ماكرو أفسيس للباتشو بلاك ستيج وبساعات تبقى حولين الشعر بسموها في الإلكتروتروبك أم أف ليت بيبقى فيه لا أتراكشن فدائما بتبقى تحت تيومور ستيج أو في حالات الـ CD30 الـ CD30 اللي احنا قلنا اللارجة نبلسك في سيليمفومة والـ اللي هي إيه الإيمفاتويد بابيلوز دي ما فيهمش إبادرمتروبيزم أبدا ماشي تمام احنا قلنا الـ Genotyping بنشوف Monoclonal والApoliclonal ادي الـ T-Cell T-Cell receptor فيها ألفة وفيها بيتا وجنبها CB3 بتوصل لها السيجنات بتاحت لما بيقيسوا وبيعملوا sequencing للـ amino acid بتاعتها بنلاقيها إيه الرسابتور بتاعت الـ T-Cell دي عاملة إزاي؟ يا إما مونو يا إما polyclonal مونو يعني واخدها نفس البتر بسيكونت صحيح يعني دي ما لجنان أنا ما لتبقى polyclonal تبقى دي معناها إن هي بناين لأنها inflammatory بتتفاعل مع كذا أنتجن أي أنتجن هيتخلها هتتفاعل مع أنتجن عشان كده مناعة الناس اللي عندهم كانسر بتبقى ضعيفة لأنها هي بيبقى مونوكلونة بتفاعل مع أنتجن واحد فقط دي CD Marker بص كده معي لما عندك T-Cell أهم CD Marker فيها أو لما عندك B-Cell أهم CD Marker فيها هو CD20 يحفظها كده CD Marker بتاع الـ B-Cell اسمه CD20 ماشي؟ أمال CD Marker بتاع T-Cell اسمه إيه؟ CD3 فاكرين الـ T-Cell receptor؟ مين ده؟ ده CD3 اللي بقى جنب الـ receptor عشان يوصل الله السيجنال لجوه لأنه هو الجزء ده مش واصل كويس لـ Newclass هو ده عنده القدرة أنه ينفصل ويروح يوصل الله السيجنال لجوه ده CD3 فدايماً الـ T-Cell عندها إيه؟ CD3 عندها CD4 أو CD8 صح؟ CD4 اللي هي أني سال اللي هي C-HelmerCell أمال CD8 اللي هي C-Toxic-Tex تمام فهي يدي؟ يدي تمام؟ إنما لازم هتلاقي فيها اتنين وخمسة وسبعة اتنين وخمسة وسبعة هاني زي ما نشوف تبقى الـ CD45 ما حدش بتطلبه ليه؟ لأن دي ماركر لكل الإيكوسائي كل الـ White Blood Cells عليها CD45 فما حدش بتطلبه لأنه أنا مش عايزة أشوف زي الده ليكوسات ولا مش عايزة أشوف أنا عارف أنها ليكوسات ولمكوسات كمان بس أنا عايزة أعرف هل هي نوع هل هي B ولا T فاروح طالب CD3 لو CD3 طلعت بصد بديه T-Cell لو CD20 طلعت بصد بديه B-Cell طب لو طلعت CD3 أشوف بقى هل هي CD4 ولا CD8 لو طلعت CD4 يبدأ لسه في البداية لو طلعت CD8 يبدأ ده هايلي أجراسيف لأن ده وصل للنهاية تمام؟ طيب في عندنا 2 و 5 و 7 بس أهمهم 7 ليه؟ لأن ده نورمال CD ماركر اللي بيبقى موجود على أي T-Linfo Site لو موجودين 2 و 5 و 7 اللي بيبقى موجودين لو مش موجودين خلاص بعرف انها ملجنة فدايما أول واحد يفقد هو 7 و 2 و 5 طريقهم بس دايما 7 هي اللي بتفقد الأول عشان كنا دايما عشان ايه؟ ما نتكلفش العيان؟ نطلب 7 يبقى نطلب CD3 و CD20 CD4 و CD8 و CD7 نطلبهم عشان يشوف مش أخ طيب جايلك CD3 و CD4 و ما فيش CD7 يبقى دي حالة ايه؟ Early تي سلم فوما تاني عادة تاني CD3 موجودة و CD4 و ما فيش CD7 يبقى دي Early تي سلم فوما طيب لو CD3 و CD8 و ما فيش CD7 يبقى دي Aggressive Late CD8 خلاص دا بداية تانية عشان ايه؟ نمو متفقين طيب لو هي CD3 موجودة ماشي؟ و CD20 موجودة و CD7 موجودة يبقى دي اسمها ايه؟ CD3 و CD20 ماشي سودو لينفوما سودو لينفوما بناين لان فيها CD7 يبقى دا نورمال دا بناين دي حالة سودو لينفوما ماشي؟ انما لما تختفي CD7 اعرف انها مليجنة اعني نوع هتبقى متواجدة على شكل CD3 او CD20 خلاص؟ طب لو لا CD3 ولا CD20 دي حاجة لكم يعني رس ما حدش اسألكم بيها لا CD3 موجودة ولا CD20 مال بتبقى ايه؟ نورمال لا نورمال 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 اوه هي في خلايا قدامك طبعا نورمال ازاي؟ اكيد في نوع من الخلايا موجودة اين نوع من الخلايا لما تبقاش برافو عليك يا نورا نورمال نورمال تمام يبقى برايما ركوتينيا CD3 positive هي Epidermophilic The monoclonal يبقى T cell lymphoma الV cell CD20 positive دي dermophilic بتحب الديرمس اوي فدي monoclonal برضو طيب اما السودو lymphoma دي 30 موجودة و20 موجودة وبوليكلونال يبقى دي سودو lymphoma هل فيها CD7 موجودة ولا لا في السودو lymphoma او موجودة موجودة لانها بناي انما CD7 مش موجودة لا في T cell lymphoma ولا في B cell lymphoma تمام نتكلم اهو يبقى هنا T cell lymphoma ده البتر بتاعها دايما CD3 positive يا CD4 او 8 لحسب هي ايه بالضبط early ولا late و2 و5 و7 بيفقدوا بس 7 هي اول واحد طيب يبقى early هتلاقيها CD4 positive late هتلاقيها CD8 positive B cell lymphoma 20 natural killer cell لديه ولديه هتلاقيها CD2 positive cd30 t cell lymphoma هي larger nucleus معها nucleus نوعهم ايه CD30 دول large anaplastic والlymphatoid بابلوس هل فيهم ابيديرموتروبيز لا 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 فيهمش ابيديرموتروبيز اما في واحدة فيهم منهم فيها ابيديرموتروبيز المعزبون جودس اليمفاتويد بابلوس اللي هي فاج T فقط انما هم اساساً ما عندهمش ابيديرموتروبيز هم متبرين من عيلة T cell أصلاً بيقلدوا زميلتهم ال B cell ويلوح نازلين معها في الدرس تمام اه 2 و5 و7 دايماً lost في الماليجنانسي اللي هي في حالات ال MF T cell lymphoma CD 3 positive CD 4 positive CD 7 negative CD 8 negative دي 80 في المهم الحالات لاني بتجيلك early وانت بتكتشف الحاجات دي فيها تمام classification primary cotinous T cell lymphoma اما andulant وده اللي عليكم لكم تحفظوا كله والaggressive مش عليكم إلا cesary cell يعني اللي حفظوا بقى الحاجات تانية بتعوز زمالة والبرد العربية بيتسهلوا بتفحتوا انما انتو كفاية عليكم الانجولاند وتسهلوا فيه بالعطية يعني تمام cotinous T cell lymphoma WHO classification قالك ان هي most insulin دي MF والvariant بتاعتها والإنفاثويد بابلودوس دي most common ماشي انما الaggressive هي cesary cell اللي انتو عليكم ماشي تمام طيب بص كده الجادة ده هي عقادك بس انا هسهلهلك شوية ماشي هنقراك مع بعض وبعدين اسهلهلك عشان ايه تفرحي لما يتسهل هي هي indolent و aggressive ال indolent يعني والvariant بتاعتها CD30 والvariant بتاعتها صب كوتينيس بانيكولايتس بانيكولايتس لايك تمام ادول اهم ثلاثة ما تنسونش ابدا صب كوتينيس بانيكولايتس بعملة زي ايه اللوبوس بروفاندس كده نوع من انواعها زي البانيكولايتس بالضبط بس تيجي تاخدها انا عينة تلاقي فيها ملجنة مثالة انو لقد متصل جيت من انتي بانيكولايتس يقولك دهyd كان تي سيل مفهومة بسة صب كوتينيس وصلت للصب كوتينيس تيشو يعشب ان عمل تفحظب noi في مايه في التي سيل والبي سيل اقولك see the dead equidermotor FM والبي سيل في هاتذع نوع من الvenidos يعني مش تنزل في الد энергام زيجتي تاختفى بتنزل كمان till formula وبانيكولايتس وانت يعني فاكرها بانيكولايتس بالضبط عاملة زي البنيكولايتس بس ايه دي ممكن ما بتوجعوش زي البنيكولايتس العادية لان دي ما لجنة الأجريسيف هي انواع كتير بس انت عليك اهم واحدة السيزاري سندرون اه نتكلم مع الباريانت الباريانت بتوع الميكوسوس لانجويز تلات حاجات حاجة للشارب، حاجة للرجل، حاجة للأجزلة للفليكشورز يعني حاجة للشارب بسميها فليكولار ميكوسوس تونجويد او فليكولوتروبيك اميرث الحاجة بتاع الرجل او الاكتراميتس بسميها باجيتايد رتيكولوجوز دي هايلي ايبيديرموتروبيك منتصلة جدا بأسرتها بتحب او الايبيديرز وعشان كده هيأخفهم وما بحصلش متاسس ابدا لان بيعيد عن بلاس بيزل هي قاعدة في الايبيديرم الجرانيلومتس لهاك سكن ديزيز دي خبيثة شوية لان بيبقى عندها نوع من الماكوفاش متاكول لك الالاستيك تشوف اثناء الاستو فاجو وسايتوزن تلاقي الجلد كانت بلاك كبيرة وبدأ الجلدي يحصل له ريدوندنس كده ويدلدل يدلدل من الاي من الفليكشورز تلاقي الجلد فيها اندلدل اقول لكم صورة لها الجراين تلاقي الجلد مدلدل دي اسمها الجرانيلومتس سلاك سكن ديزيزيز تمامي حلوين ايه ده اول نوع من انواع اللي هي فليوكلوتروبك بجيتويد ريتيكيلوز درانيلومتس سلاك سكن ديزيز امال السي دي سيرتي حفزناه وقلنا مفلومش ابوديرموتروبيز اللي هي الانابلاستيك لارج تيسا لينفوما واليمفاتايد بابيلوز اليمفاتايد بابيلوز من مذكرتكم كان الديفرنشال دا جميل سفحة ايه حد يرد عليها قبل ما يقفل فاضل لها دقيقتين ويقفل اول ما يقفل يا جماعة هندخل لنفس اللينك ونرجع تاني بليفة برافو اليمفاتايد بابيلوز عاملة شكل البليفة بتيجيله كذا مرة في السنة حبوب كده في جلده بس ما بتوجعش ومفيهاش هامورج البليفة بتوجع وببعانها فيفر وببعانها هامورج دي بابيلوز كده وتطلع وتختفص مكانها وممكن اتكار تمام نشوف نسلحلها بقى شوية عشان انت تعقدتوا اه دي الحاجات الايه يعني الكفاية اه الاندولان هم كان مف والفاريان وفاريان مالهاش فاريانت الحمد لله طب الامف واحدة للشعر واحدة للرجل واحدة للأكذلة يعني فوليكلوترويك اماك بجيطايد ريتيكيلوز جرانيلومتوس لايك سكان غص على الشاشة الشاشة هي دي اللي هتعملك الفوتو ميموري هي دي اللي هتفكرها في الامتحات تيدي سيرتي ثلاث حاجتين الامفاتويد بابيلوز الفضيعة بقى الخلايا بتاعتها اكبر بكتير يعني دي خلايا كبيرة الامفاتويد خلايا عاملة زي لو انتو فكرين الفرس التورة الكريمة كان دايما توصفها بالشانك الفكون يعني خطة للفح انما ما ادراك كبيرة جدا اكبر من الامفاتويد بابيلوزة كمان تمام سوف تلاقيها دبريس كده عاملة زي ما يكون الراجل ده عنده بانيكولايتس لوباس بانيكولايتس تيك تعمله الانتينيكولايتس تاخد منه بايورسي تلاقي عنده في ماليجناند سل وعملة تيك تعملها تلاقي السلد ايه تينيكو تينيكو